أطلع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام وسعدت تشانغ هو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة خلال مؤتمر صحفي وسائل الإعلام المحلية والصينية والعالمية على الخطوط العريضة للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من ديسمبر الجاري وقال معاليه لممثلي وسائل الإعلام أن الزيارة ستتضمن سلسلة من اللقاءات لسموه مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية تهدف إلى تعزيز أواصل العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين وأضاف أن العلاقات بين الإمارات والصين مبنية على عقود من التواصل الثقافي والحضاري والتبادل التجاري بين البلدين وتم تعزيزها عندما قام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد من سلطان آل انهيان بإرسال خطاب إلى نظيره الصيني بشأن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 ترجمة نانسي قنقر نانسي قد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا